الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينيرها بنور الإيمان وأسأله عز وجل أن يرفع عن الأمة هذه الغمة وأسأله جل جلاله أن يوفقنا لطاعته ومغضاته حتى نلقاه أيها الإخوة الأكارم الأفاضل من بيت الله الحرام من المسجد الحرام من جوار الكعبة الشريفة يتجدد بكم اللقاء في درسنا هذا الذي نقف فيه مع كتاب ربنا عز وجل مع كتاب ربنا جل جلاله القرآن العظيم هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على خاتم الرسل سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والذي كان نزوله كما أخبر الله عز وجل في القرآن في شهر رمضان فقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكان ابتداء نزوله في تلك الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر الكريم فقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وكان هذا النزول وبداية هذا النزول في هذه البلدة المباركة وهذا البلد الحرام مكة شرفها الله فهي مهبط الوحي والقرآن كما نعلم أن نزل هذا القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء منه قبل هجرته وجزء منه بعد هجرته صلوات ربي وسلامه عليه وما كان قبل الهجرة فهو معلوم عند العلماء باسم القرآن المكي وما كان بعد الهجرة فهو معلوم عند العلماء باسم القرآن المدني والقرآن المكي من حيث عدد السور يصل إلى ثلاثة أرباع سور القرآن ومن حيث حجم الآيات والأجزاء يقارب الثلثين فإذا جل هذا الكتاب نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته وهو القرآن المكي وكانت تلك الليلة التي أكرمت بها الإنسانية بإنزال هذا الكتاب هي يوم الاثنين وكان ذلك ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتبين لنا من الدروس الماضية كيف أن هذا الكتاب العظيم عندما ذكر الشهر الكريم شهر رمضان مع أنه ذكر الزمن وذكر الشهور ذكرت في القرآن إلا أننا لم نجد أن هناك شهر ذكر بهذه الخاصية ارتباطه بالقرآن إلا شهر رمضان بل إننا نجد أيضا أمر آخر وهو حتى الكتب السماوية السابقة صحف إبراهيم والزبور الذي أنزله الله عز وجل على داود والتوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى كليم الله والإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليهم صلواته ربي وسلامه عليه كل هذه الكتب أيضا كان نزولها في هذا الشهر الكريم شهر رمضان إذن هذا الاختصاص لهذا الشهر الكريم بنزول الكتب السماوية إذن يعطي دلالة على مكانة هذا الشهر الكريم ومدى ارتباطه بالقرآن وأيضا بالكتب السماوية لقد كان كما تبين لنا أيضا من درسنا الماضي أن سورة إقرأ وعلى الأدق صدر سورة إقرأ هي أول رحمة رحم الله عز وجل بها العباد من هذا الكتاب العظيم فقد تبين لنا إذ قلنا ونحن نتذاكر أول سورة نزلت على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإن الحاجة أن نقف أن نقف لنرى ما هو الحال الذي كان عليه الناس في المكان الذي سيبعث منه النبي الخاتم وبعث منه النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام والناس في محيط هذا المكان والناس على ظهر الأرض وهذا ما وقفنا معه في درسنا الماضي وكان من أهم القضايا التي أردنا أن نشير إليها أن القرآن العظيم بيّن لنا القاعدة والميزان الذي يزين به واقع الناس ليتحدد هل هم على حال سلامة أو على حال حراف وأن ذلك الميزان مرتبط وذلك المعيار مرتبط بغاية الوجود ومقصود الخلق لهذا الإنسان وحكمة هذه الدنيا التي أقامها الله عز وجل على هذا النظام فكانت الحكمة الابتلاء والامتحان وكانت الغاية إفراد الله عز وجل بالعبادة فكان القرآن بيّن أن الميزان والمعيار الذي تقاس به الأمم والمجتمعات وأحوال الناس إنما مدى قربها من هذا الأمر أو مفارقتها لهذا الأمر وليس المقياس القرآن قوامه واقع الناس من حيث عمارة الأرض وأموالهم وعمرانهم وإنما المقياس الرئيس مرتبط بغاية الوجود وكذلك القرآن فسّر لنا كل ما حدث في التاريخ من حيث البقاء أو الزوال من حيث الاجتماع أو الافتراق من حيث الضيق أو رغد العيش من حيث ومن حيث وكل ذلك ربط بذلك الميزان الرئيس على ذلك قلنا عندما نظرنا وباختصار كما قلنا في درسنا الماضي عندما نظر إلى الظرف الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجد أن واقع الأرض عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التعبير البليغ في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب مقتهم لا لأن واقعهم ليس فيه عمران وليس هناك تجارة وليس هناك نكاح وليس هناك بناء للأرض ولكن كان المقتو لأن الغاية التي من أجلها خلقوا ليست قائمة في حياتهم وليست محققة في طريق عيشهم وأعمالهم فلذلك كان لهم المقت فلذلك كانوا على حافة هاوية ونزول عقاب عظيم فالله عز وجل رحم العباد ببعثة هذا النبي الكريم وبإنزال هذا الكتاب العظيم عليه صلى الله عليه وسلم إذن هذه البداية والمدخل الذي أردنا أن ندخل به ولذلك إذا نظرنا بصفة أخص إلى واقع الناس في مكة شرفها الله هذا البيت الذي ذكر الله عز وجل في القرآن أن الخليل إبراهيم رفع قواعده وأن الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل طهر هذا البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود وأن الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام ومن آمن ممن جاورهم من جرهم فإنهم عبدوا الله عز وجل في هذا المكان وأدوا هذه المناسك اقتداء بالخليل إبراهيم عليه السلام وظل ذلك الأمر محفوظا فيهم تلك السنين الطويلة يتوارثه المتأخر عن المتقدم وبقي الأمر على ذلك مئات من السنين ببركة هذا البيت الذي جعله الله عز وجل هدى بقي الناس على إرث الخليل إبراهيم حتى كان الانحراف الظاهر والأبرز الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان على يد عمر بن لحي فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من غير ملة إبراهيم ومنذ ذلك العهد وهو عهد كان من بعد رفع المسيح عيسى عليه السلام وأما ما قبل ذلك فكان الناس في هذه البلدة المباركة وما حولها على الملة الإبراهيمية وكان للبيت وأعمال البيت والمناسك التي تؤدى عند البيت كان لها الأثر العظيم في أن يبقى الناس على هذه الملة الحنيفية بينما احتاج أبناء أخي إسماعيل وهو إسحاق عليه السلام وأولاد يعقوب وهم بني إسرائيل احتاج أن يبعث فيهم العشرات وربما المئات من الأنبياء والرسل أما في هذا المكان فإنه من بعد إسماعيل عليه السلام لم يبعث في هؤلاء الناس إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وما ذلك إلا لأنهم بقوا على تلك الملة الحنيفية الإبراهيمية الملة السمحة يتعبد بها الناس إلى أن حدث التغيير على زمن عمر بن لحي وكان ذلك دخول للأرض كلها في تلك الظلمة وذلك السواد الدامس إذ انحرف الناس وهذا البيت وهو بيت الله جل جلاله أول بيت وضع للناس لعبادة الله عز وجل فإن ذلك الانحراف طال كل مكان حتى طال هذا المكان فكان حول الكعبة وفي جوف الكعبة وضعت فيها الأصنام وفي تلك الحقبة أيضا ليس فقط ذلك أنه وضعت الأصنام التي يطاف حولها والتي يصلى نحوها ويذبح عندها بل هناك أيضا انحرافات أخرى طرأت فيما يتعلق بعدم الإيمان بالبعث بعد الموت وبقضايا القدر وقضايا السحر وغير ذلك من الأمور التي شاعت عند أهل الجاهلية حفظ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك كله وحفظ الله عز وجل بيته من أن يكون بذاته أي ذات البيت يعمل فيه كما يعمل مع تلك الأوثان مع أن قريش والعرب كانوا يعبدون الأصنام وكانت تصنع في الغالب من الأحجار ومع ذلك لم يسجدوا لأحجار الكعبة وذلك حفظا لله من الله عز وجل لبيته العتيق أن لا يكون معلما إلا للهدى إلا للهدى فيأتون بالأصنام عند البيت ولا يسجدون لأحجار البيت مع أنهم ينظرون له بالتعظيم والتشريف وما ذلك إلا من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن حفظ الله عز وجل لبيته الأول أن يبقى معهد هدى معهد هدى ففي تلك الحقبة كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كما قلت حفظه الله من ذلك كله فلم يسجد لصن من قط ولم يطف بصن من قط ولم يذبح عند صن من قط ولم يشارك أهل الجاهلية في دعرهم وفسادهم لم يشارك في شيء من ذلك كله حفظ بحفظ الله عز وجل وكان يتحنث إذ حبب إليه وكان ذلك إرهاصا لبعثته فحبب إليه التحنث وهو التعبد الليالي ذات العدد فكان يأتي غار حراء ويبقى فيه أياما عديدة وفي ذلك العام الذي أراد الله عز وجل أن يكرمه كان كعادته أخذ زاده وأتى ذلك الغار كعادته يتأمل ويتفكر في خلق الله عز وجل وفي تلك الليلة المباركة فجاءه الوحي وجاءه أمين الوحي جبريل وكان ذاك الحدث الذي أخبرت عنه أم المؤمنين معلمة الرجال زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق التي حفظت للأمة علما عظيما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغته لهم فكان من البلاغ هذا العلم عن بدايات الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وروا خبرها ذلك إمام أهل الحديث صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل الإمام البخاري رحمه الله فسجل ذلك الحدث في صحيحه إذ أخبرت أم المؤمنين عن بداية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه في ذلك الموقف وتلك الليلة المباركة وهي الآيات الأولى من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه هي أول رحمة رحم الله عز وجل بها العباد كما عبر بذلك أيضاً إمام المفسرين الحافظ بن كثير رحمة الله عليه وقف علماء التفسير مع هذه السورة العظيمة وقفات وكان من أوسعهم وقوفاً معها وتدبراً في آياتها وجملها والمعاني التي تضمنتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث كتب في كتابه العظيم مجموع الفتاوى وعلى طريقته في بيان المسائل وربط القضايا واستخراج الاستنباطات العلمية العظيمة وربط القرآن بواقع الناس وما يحتاجه الناس فأطال النفس في ذلك فكان مجموع ما كتبه حول هذه السورة الكريمة يزيد على مئتي صفحة رحمة الله عليه ونريد أن نقف مع ونحن في شهر القرآن أن نقف مع هذه السورة وآياتها نتأمل ما ذكره العلماء ونقرب ما استنبطه أهل العلم وهم يتأملون في هذه الكلمات وكيف لا نقف معها وهي البداية وهي الأصل وهي التي تفرع عنها بعد ذلك آيات الكتاب ما من شك أن من قرأ القرآن وتأمل وتدبر آيات هذا الكتاب العظيم وعرف طريقة الرب جل جلاله في نظم هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون حجة على الناس إلى يوم القيامة وتكفل الله عز وجل بحفظه فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه ففي صدر هذه الآية يقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ من القراءة والقراءة في اللغة بمعنى الإظهار والإبراز والقراءة تكون لشيء مكتوب أو تكون لشيء متلو والمراد هنا القراءة لشيء متلو يقرأه جبريل عليه السلام ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقرأه من بعده فإذن القراءة هنا قراءة لمتلو اقرأ قال العلماء اقرأ اشعرت وبينت لرسول الله صلى الله عليه وسلم التكليف لتحمل الوحي وهذه فائدة وقالوا ايضا اقرأ باسم ربك هي ايضا اعلام له بالنبوة واشعار بالرسالة و اقرأ باسم ربك الذي خلق فإنها تضمنت الرسالة وتضمنت الرسول وتضمنت المرسل وتضمنت الدليل المجمل على المرسل اربعة قضايا عظيمة فتضمنت الرسالة التي تضمنتها كلمة اقرأ والرسول في هذا الضمير اقرأ باسم ربك هذا الضمير الذي اشعر بأن هذا هو المرسل والمرسل الرب جل جلاله ثم الدليل المجمل على أن هذا الأمر من عند الله وأن المرسل هو الله وأنه جل جلاله صاحب الحق في ذلك فالدليل على ذلك هو الخلق صفة الخلق اذا هذه اربعة قضايا ايضا مما ذكره العلماء عند هذه الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق قالوا أن الإنسان هو محط العناية الإلهية الربانية بالوحي الذي ينزل من عنده فالإنسان هو مقصود رسالات السماء فما أنزل الله عز وجل هذه الكتب إلا من أجل هذا الإنسان وهو يعطي دلالة على أن هذا الإنسان مخلوق مكرم عند ربه عز وجل لذلك اختصه بوحيه وأرسل إليه الرسل وأنزل هذه الكتب وأيضا عندما نعود إلى القرآن ونتوسع مع هذه القضية فإننا نجد أن الله عز وجل يخبرنا في القرآن أن الإنسان المخلوق المكرم مخلوق مكرم مكرم الأصل ومكرم الفرع مكرم الأصل حيث أخبرنا الله عن أصلنا وهو آدم عليه السلام كرمه إذ خلقه بيديه وكرمه إذ نفخ فيه من روحه وكرمه إذ علمه الأسماء كلها وكرمه إذ أسجد له الملائكة وكرمه إذ أسكنه في جنته وكرمه إذ علمه كيف يخرج من معصيته بعد أن ارتكبها ثم كرمه بأن أنزل عليه هداه عندما نزل إلى هذه الأرض فنزل آدم مهديا بهدى الله عز وجل له ثم كرم فرعه بأن نسبه إلى هذا الأصل المكرم فخاطبه بقوله يا بني آدم إذن هذا المخلوق المكرم ثم أيضا نجد من أن الإنسان محط العناية الإلهية أن تعليم الله وهدى الله لهذا الإنسان سابق لأي تعليم وصل إلى هذا الإنسان فآدم عليه السلام عندما نزل ما الذي هداه في كل ما يعمل إنه هدى الله جل جلاله فلذلك أعطت قصة آدم التي في القرآن أن الأصل في آدم وبنيه الإيمان والتوحيد والأصل في آدم وبنيه الاجتماع والأصل في آدم وبنيه أن الجهة التي يتعلمون منها هي وحي السماء وهذا أصل الله عز وجل بينه في القرآن وهو ينقض كل باطل تكلم وكتب وسطره من كتب في التاريخ القديم أو كتب عن تاريخ بداية هذا الإنسان فإن القرآن بين هذه الحقائق والقرآن حق لأنه جاءنا من عند الحق والحق لا يقول إلا الحق فإذن الإنسان محط العناية الإلهية أخذ العلماء ذلك من أن أول ما نزل في هذا الكتاب فإنه خطاب لهذا الإنسان أيضا مما وقف العلماء مع هذه الآية الكريمة اقرأ باسم ربك الذي خلق قالوا أن العلم أكبر مظهر للتكريم أن يكون هذا المخلوق المكرم أن يكون صاحب علم والعلم أن يكون حق وأن يوصل إلى الحقيقة أما إذا لم يكن حق ولا يوصل إلى الحقيقة فإنه جهل ولا يسمى بعلم فلذلك العلم أكبر مظهر للتكريم ونجد أن قضية العلم في القرآن شأنها عظيم واسمعوا لكلمة شيخ الإسلام رحمة الله عليه عندما يعني وهو يتدبر هذا الكتاب ويقرأ القرآن قراءة المتدبر والمتأمل في آيات القرآن فيقول إن الخطاب العلمي في القرآن أشرف من الخطاب العملي قدرا وصفة القرآن عرض لأمور كثيرة وبيّن أشياء عظيمة لكن أعظم ما في القرآن الخطاب العلمي وأيضا نجد أن أعظم علم جاء في كتاب الله عز وجل بل هذا العلم الذي هو أعظم علم وهو الخيط الناظم لكل القرآن من أوله إلى آخره إنما هو العلم بالله عز وجل فهذا هو الخيط الناظم لآيات القرآن الكريم العلم والعلم بالله عز وجل أولا فإذن قضية العلم قضية أساس ولذلك وقف العلماء مع الآيات الأولى في سورة إقرأ لينوه إلى هذه القضية العظيمة أيضا من العلماء من وقف مع هذه المسألة العلمية مقارنا مع ما يقال ومع ما هو موجود في الحضارات التي كانت قائمة وكانت قبل الإسلام فمما كان في الأساطير اليونانية التي كانت تعتبر أن الرب منع عن الناس العلم وأنه حجز ذلك وخزنه في خزائن وأن الناس نافحوا وجاهدوا حتى يكسروا خزائنا ذلك المكان الذي أودع فيه العلم ووصلوا إليه بينما نجد أن القرآن الكريم يعرض لنا ويعرفنا بربنا الكريم الذي في أول ما ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يدعوه إلى العلم وأنه ينزل عليه العلم الذي به يكون الإنسان عالما إذن أين هذا العرض الذي يجده الإنسان في كتاب الله وتلك الأساطير التي يجدها في كتب من انحرفوا عن الحق وظلوا فإذن هذه قضية أيضا عندما وقف العلماء مع صدر سورة إقرأ فإنهم قارنوا بينما في هذا الكتاب وبين هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبينما سطرته تلك الأساطير التي كانت عند الناس ليرى الإنسان قيمة هذا الإسلام وهذا الكتاب والحق نية التي جعلها الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم أيضا مما تدبره العلماء في إقرأ إقرأ قال العلماء لما كانت علاقة القرآن بالإنسان وهذا ما عرضناه في الدرس الأول وقلنا أنه صلاح الإنسان بأن تقوم بينه وبين القرآن علاقة صحيحة وقلنا أننا نحتاج لنعرف طبيعة القرآن وطبيعة الإنسان لندرك العلاقة المطلوبة وأن طبيعة القرآن أنه روح وطبيعة القرآن أنه نور وطبيعة الإنسان أنه خلق من طين ونفخة روح فلذلك هذه طبيعة الإنسان وهذه طبيعة القرآن فإذن الإنسان بالروح يكون إنسانا حيا وإن خرجت الروح صار ميتة والقرآن روح فلذلك العلاقة بين القرآن والإنسان علاقة الروح بالجسد إذن علاقة الحياة أو الموت والإنسان لا يبصر ولا يرى ما حوله إلا بحسة الإبصار ولكنه يحتاج مع حسة الإبصار النور فإذا وجد النور وحسة الإبصار سليمة فسيرى الأشياء فكذلك القرآن نور فإذا كان عند الإنسان حسة الإبصار وفقد النور فإنه لا يرى فكذلك الإنسان إذا فقد نور القرآن فإنه لا يرى حقائق الأمور وحقائق الأشياء وهنا في قوله عز وجل إقرأ فإن العلماء ذكروا هذه القضية وذكروا هذه العلاقة التي بين القرآن التي بين القرآن وبين الإنسان وأنها علاقة النور بالبصر فلذلك إبصار الإنسان للحقائق على ما هي عليه إنما يبتدئ من أين من أن يتلو آيات القرآن من أن يقرأ وحي السماء من أن تكون بداية التعلم من بوابة الوحي لا من غيره فإذن وهذه فائدة حقيقة عظيمة وعزيزة ذكرها العلماء في حال التدبر والوقوف مع الآية الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن العظيم أيضا اقرأ الأمر الأول الذي لم يشاركه أمر ثاني في أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أمر آخر فالأمر الأول الذي نزل عليه اقرأ وتكرر مرتين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الأمر واحد هو اقرأ وجاء مكررا ونقف أيضا بإذن الله ماذا قال العلماء في تكرار الأمر ولكن اقرأ كانت هي الأمر الأول فقال العلماء إذن بلا قراءة لا علم لا يمكن أن تتحصل على العلم بدون قراءة وأي قراءة فإنه في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق فإن تلك القراءة لا بد أن تكون مشروطة بإذن من الله عز وجل وهذا ما دل عليه قوله باسم ربك الذي خلق إذن بلا قراءة لا علم إذن هذه أيضا فائدة وقف معها العلماء وهم يقرؤون هذه الآية أيضا وقف العلماء موقفا أكثر عمقا وتدبرا في معاني هذه الآية الكريمة وهذا الأمر الرباني الأول اقرأ المتكرر مرتين المتكرر مرتين فقال العلماء اقرأ دلت على أن الأصل في إصلاح الإنسان إصلاح أفكاره قبل أعماله وإصلاح باطنه قبل ظاهره وإصلاح الأصل وهو إصلاح الفرد قبل إصلاح المجموعة فإن إقرأ تخاطب القلب وليست تخاطب اليد ولا القدم وإنما تخاطب القلب إذن هذه أيضا وقفها وقفها العلماء مع إقرأ وهناك أيضا ما زال أمور أخرى استنبطها العلماء من كلمة إقرأ الأمر الأول والأمر الوحيد في الآيات الأولى التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بإذن الله عز وجل ما سأكمله معكم إن مد الله في العمر في درسنا القادم أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بالقرآن إنه جواد كريم سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر